اشتركوا في القناة رايز اقولك انه حتى طاقم العمل كله بيبقى مبسوط وحراراً جديد بجانب طبعاً من السادة المشاهدين السادة المشاهدين كلهم بفرحانين الزمالك حلو والزمالك حالته حلوة وانا بقولك الزمالك حالته حلوة وانا ببدأ مع حضرتك عشان مش ده الكلام اللي كنا بنقوله اول الموسم او حتى في الموسم دلوقتي الزمالك مباراة عن مباراة بيبقى هايل حتى مباراة لإسماعيلي ممكن ما تدروش امتياز في الأداء بس فرقة واقفة على رجلها فرقة حتى لو مش في أفضل أحوالها هتقدر تكسب وده اللي غصل بيبقى للزمالك في الفترة الحالية دي حقيقة يعني من بداية الموسم ما كانش حد فينا يا توقع كجمهور يعني زمالكاوي أو كناس مهتمين بالكورة داخل نادي الزمالك باستثناء يعني الناس الان في الموضوع جداً زي أمير مرتضى وزي مستشار مرتضى وناس اللعبة الكورة اللي كانت موجودة يعني عارفين مدى قيمة جوزفالدو فريرا الحقيقة يعني صحيح فكان فيه إصرار كبير جداً من البداية على وجوده في التوقيت دوت التوقيت كان صعب جداً 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 فيه طبعاً مشاكل كتيرة وكان لجان وبعدين جي مجلس منتخب وبعدين فيه إيقاف في يناير حصل طبعاً فكانت مشاكل كبيرة جداً وكان الإصرار موجود إن هو يكون موجود لأن إحنا طبعاً اشتغلت معاه سنة 2014-15 طبعاً وكلنا كنا موجودين عارفين مدى مصداقية هذا الرجل ومدى تفانيه في شغله ومدى عبقريته ومدى شخصيته القوية جداً المحبوبة في نفس الوقت فكان أخدت رحلة ثلاث شهور أو أربعة شهور مع أمير إن هو يقنع فريرة إن هو يكون موجود وطبعاً كان السبب الرئيسي إن إحنا جايبينه ويعمل مشروع وكان مجلس الإدارة طبعاً وأستاذ مرتضى ما طلبوش منه نتائج ودي اللي شالت الضغوط عليه فاشتغل بحرية حتى لما يا كريم لما خسرنا مبارتين واربع صحيح إن بيع اعتقدوا طلاق على الجيش ما كانش فيه مشاكل وفاكر وقتها بدأت إيه يعني إيه شوية كلام كده بيتقال من تحت لتحت مدرب كبر في سن أصلي كبر لأ دي ما عثرتش لإن إحنا كنا جايبينه وليه السنين اللي جاية وينظم الموضوع بداية شغله طبعاً الطاقم اللي كان موجود معاه كان طاقم جديد عليه معاه ثلاثة برتواليين جديد عليه ما اشتغلوش معاه قبل كده وطبعاً مع وجود الكابتن أسامة وكابتن أحمد عبد المقصود وكابتن أيمن طار كطاقم زمالكاو ومصري موجود معاه إنما هو نزل اشتغل بأي دي دل فترة من دي وان اشتغل بأي دي عشان يعلم المجموعة كلها طبيعة شغله إيه وإن هو بيشتغل إزاي ودي كانت بداية الشرارة الموجودة إن هو كل يوم كان بيكتسب أرضية جديدة داخل للنادي ومع اللعيب فيه لعيبة ما تعملتش معاه وفيه لعيبة تعاملت معاه طبعاً زي طارق حمد وابو جبل وشكبالة فكان لما تنقل لما ينقلوا كباتين دول للعيبة غير لما يشوفوا بيعنيهم فابتدى وعنده إيمان كبير جداً طبعاً بمجموعة الناشئين لأنه هو أول لما جيه عمل فرقة الأمل ويرجع الفضل فيها طبعاً لأسامة نبي إن هو جاب مجموعة اللعيبة اللي موجودة الصويرين دول ويبقى يدربهم بطاقم هو هو الأجنبي قبل التمرين بساعة لأول بس عشان كصة فريق الأمل دي عدت علينا كتير بس مش فاهمين كوالسها والتفاصيلها يعني يه فريق الأمل فريق الأمل دي مجموعة عندنا لعيبة من 2001 و2002 2003 و2002 في مجموعة كانت معمولة وكابتن قسامة أول لما جيه قبل ما يمسك فريرة كان عمل مجموعتين بيدرب مجموعة اللي هي ممكن إن إحنا نحتاجهم مقيدين في القطاع تحت أموري 99 و2000 ويقدر يستفيد بهم طبعا لما هو جيه هو ما بيشتغلش أقلب عدد معين من اللعيبة كأي واحد أجنبي محترم قدير ما بيشتغلش بربين لعيف في المعين آه لو ما تفتح ليش بربين لها ما معرفش يشتغل معهم عايز عدد معين عايز عدد معين فأسم المجموعة الفرقة اللي مخيادة معاه فريستيم مع المجموعة التانية اللي هي الموليد يقدر يشتغل معهم المجموعة الأجانب اللي معاه وكابتن أسامة لبي وبقى يجوا قبل التمرين بساعة ونص يتمرنوا مع الولادة السهرين وبعدين هو بالنفسه بقى يجي ويبصوا ويتابع وكتب تقارير فابتدى ينقي سيد نمار ابتدى ينقي سيف جعفر ابتدى ينقي يوسف أسام يعني إيه حسام عبد المجيد طبعا نديم محمد نديم فابتدى ينقي مجموعة عشان تسيد الفراغ اللي موجود وحصل إن بوزيشنات أكتر من مرة حصل مسلوسي تصاب حازم تصاب فابتدى يختارع بقى طريقة لعب تتناسب مع المجموعة اللي موجودة اللي موجودة يضربها عليه صح فهو ده يعني الحقيقة كابتن أسماعين انت اشتغلت مع فريرة في 2014 بحب أنا اللي بين السطور أو الكواليس ايه المميز في فريرة ايه المميز في شخصيته داخل غرف خلع الملابس ازاي بتعامل مع اللعبين يعني وقت يتقال لك إنه الميزة في فريرة إنه قوش شخصية جدا وبيزعق وبيشخط ومالناس تقول لك لا ده هو شخص لطيف جدا وبيساعد اللعبين بس أنا عشان أفهم الفلسفة بتاعته ازاي قدر يخلي الشباب ينزلوا يلعبوا بشكل رائع جدا وازاي يخلي اللعبين كبار مثلا زي الشكبالة ممكن يقبل يقعد على الدكة ومبسوط ويبقى قائد للفريق وبدون أي مداية ازاي تقدر تعمل كل النار؟ هو كارزمة شخصية هو قوش شخصية جدا في الشغل إنما خارج نطاق الشغل لطيف جدا مع اللعب وبعدين في نقطة مهمة جدا مقنع للعيبة وعادل يعني لما ولد صغير بيلعب بيتديره على طول يعني لظروف ما يعني مثلا سيد نمار جيه فترة لعب لما حمزة كان مصاب وحزم إمام مصاب لما رجعه برضو لعب فبقى فيه إقناع وفي نفس الوقت هو بيحافظ على بيحافظ على كيان اللعيبة الموجودة بالكبار زي شيكا وعارف إنه هو ممكن يبدأ بيل ماتش أو يلعبه نص ساعة وهي في حالة حبة كريمة متى يعني وفي حالة قناعة كده موجودة ما بين الطرفين ومناسبة شيكابالة كابتن إسماعيل في الأول لما كان كارتيرون موجود شيكابالة كان بيستهلك كنت بحس إنه كارتيرون بيحرق شيكابالة والشيكابالة مش قادر يفيد الفريق فك إنك تبدأ بي المباريات كلها تبدأ بيه وتشغله يجري بقى يدفع ويهاجم ويشتغل بدني كبير جدا في أول المباريات أنا طلعت ركية وقلت يا جماعة ما هو شيكابالة مش المفروض يتحرق كده أنت ممكن تستفيد بيه شيكابالة جدا لصالح الفريق وتخليه هو كمان يستفيد جدا لو اشتاقته في أوقات معيين وده اللي حصل مع فريرة يعني فريرة طبعا قاعد مع كابتن فريرة خلي بالك برضو شيكابالة اتشالت من عليه الضغوط بوجود نجم بيدير الفريق نقطة مهمة جدا يعني هو فريرة نجم ونجم كبير وجمهور الزمالة كله حطت عليه أمل كبير وحتى قبل ما نتعاقد معه كل الناس تقول عايزين فريرة عايزين فريرة فطبعا هو جاي على حصان راجل بروف بالنسبان فدي شالت الضغوط برضو من على عشان لو كان فيه أي تعصر شيل يا شيكابالة اي حاجة بتقصل شيكابالة كان بيشيلها لكن دلوقتي لا فيه مدرب وفيه فريق والأمور دي يعني رياحة شيكابالة نفسيا داخل الملع فهو فيه أوقات مع كارتيرون كان مثلا بيبقى جاي من فترة إصابة ويلعيب ولمطش كله طبعا انت بتحرقه يعني فهو لا هو بيتعامل معاه كنجم كبير جدا ويقدر يستفيد بيه وده ظاهر في مستوى شكابالة بالخطرة اللي فات ليه جوسفالدو بريلا رجع يعني احنا بنتكلم في اسم كبير بعد الزمالك راح في كذا تجربة أخرى كان بيتقاضى طبعا أموال كبيرة جدا أكيد ممكن عندها مصرية ما تقدرش تفع لأهلي ولا زمالك ولا أي نادي وكان وكنا سمعنا كان معايز ميلنا الصحفي أحمد لأولي مبالح انه كان عنده عرض من عشر شهور من النادي وهو مرديش وهو مرديش لا لا مرديش أه بس كان فيه عرض كان فيه عرض كان فيه عرض النادي الآدي وهو مرديش ومرديش ليه؟ هو مرتبط عاطفيا بناتز مالك وكمور ناتز مالك دي حقيقة لان بقالنا احنا حوالي أربع سنين كل سنة بنكلمهم عشان يرجع يتكلموا عشان يرجع دي حقيقة والفايصل طبعاً لما راح له أمير وقاعد فترة كبيرة أسبوع هناك إنه هو يتكلم معاه وأقنعه وأقنع طبعاً الكلمة الفصلة كانت لمدام فرير هي اللي أقنعته؟ هي بتحب مصر جداً وعاشت فيها قبل كده وكانت مبسوطة جداً فأقنعته هو موضوع الفلوس اللي بياخده في نازة مالك أقل كتير جداً من اللي بياخده هو مش جاعش الفلوس على فكرة لأنه هو ما شاء الله معدي من زمان يعني صحيح فهو مش جاعش الفلوس والمبلغ اللي هو بياخده ده ما يستهلش اسمه هو المفروض ياخد قد كده أربع خمس مرات لكن هو جاي حباً في النادي وفي جمهور النادي عايز يعمل حاجة والتواجد في مصر والتواجد في مصر طبعاً وهو كان يتكلم في أكتر من حوالة كنت تفرج له على حواراته برا مصر سواء كان في قطر أو في البرتغال ويتحدث عن حبه حواراته برا مصر زي هو مصر هو رجل ده ستريت جداً لا أنا أقصد أنه دايماً حتى هو برا مصر آه بيتكلم كان يتحدث عن نادي الزمالك وحب جمالي نادي الزمالك جداً في مصر أفهم أنه هو يتكلم عن الزمالك وحب نادي الزمالك بطبيعة الحال بس الدليل على حبه نادي الزمالك أنه بيقول الكلام ده كمان في حواراته خيئية آه لأ ده حقيقة يعني هو مرتبط جداً بالفترة الـ 2014 لما أخد دوري وكاس ولأ دا أدير وحب واحترام كبير جداً من جمهور نادي الزمالك وده كان سبب رئيسي طبعاً أنه هو يقوم موجود معنا الدوري يقترب من نادي الزمالك يقترب كثيراً ما بحبش دايماً نقول إنه حسيم وأنا عارف إنه حركة كمان مش تحب تقول إنه حسيم عشان كرة لسه أدام لسه في الملعب النتائج فلازم اللعبة كمان تبقى فهمة الكلام ده كويس وكمان المنافسين سواء الأقل أو برمزي ما عندهم نفس الإراضة إنه هما يكمل بس إحنا بنتكلم فيه واقع والواقع بيقول إنه الزمالك اقترب كثيراً بعد فوزه بالكاس إنه يفوز بالدوري الممتاز وبدأ السؤال عند جمعين نادي الزمالك ماذا بعد؟ إحنا عملنا موسم ده موسم استثنائش هو ماذا بعد؟ ماذا بعد للإصطف الخاص بإدارة تكوره في نادي الزمالك إنما قبل ماذا بعد إحنا الآن يعني إحنا في دلوقتي إحنا في أربع موبرات وعلى فكرة كريمة طبيعة شخصية من طبيعة مستر فريرا بلغة الكورة بتاعتنا هو نيكا دي شوي بمعنى يعني يكسب بطولة تاني يوم في تمرين يعني مش هصة بقى وفرح العمدة وكلام ده لا لا ما عندهوش كلام ده نشتغل على طول يعني دايما دايما مثلا جمهورنا لما نكسب بطولة أو نكسب موبرات ديربي أو ده بيقلقنا نخلي بالنا من الموبرات جاية لا هو الموضوع عنده شغل وإسم عايز حافظ عليه ونتائج هو جاي وهدف هو عايز يحققه فده عود اللعيبة يعني بعد كل موبرات حتى لما حد بيكلمني خارج يعني النادي يقول لي ونتائج يقول لي لعيبة ما تستهلش احنا معنا واحد يعني ما بيهزرش بتاع شغل مثل أنا قلتلك قبل ما نخش على الهواء في موبرات الإسماعيلي يجي مشهد عليه في كرة كاية لمحمد الشامي جات في العرضة الإسماعيلي وبعد كاية كاميرا جات على فريرة على طول بصص بصص لا 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 أنا عاشي على الصمين بصص بصص تخوف لا هو حازم وصارم وعارف هو بيعمل ايه وهو دايما ليه مقولة شايرة ان ايه ما نفرحش لما البطولات اخلص ودي بيصدرها للعيبة على طول وتلاقيه قبل التمرين بتاع اللعيبة بساعتين وخصوصا في المبارات او في البطولات اللي احنا بناخدها بيجي بدري قبل الناس كلها ويقعد في الملعب ويشتق يعني ايه فده ادى انطباعة للعيبة ان الموضوع لأ ده شغل وبجد وامال ملايين حوالينا فماذا بعد في حاجات ان شاء الله هتتعامل طبعا لأ انا مش بكلمك على ماذا بعد كمان تحديدا على فكرة مين اللي ينضموا مين اللي ينضموا لا انا مكقصدش كده انا اقصد انه انت دلوقتي لو كنت معايا من اربع خمس شهور وسألتك ابتا اسماعيل تحب مين يمشي من نادي الزمالك كان وارد تقولي نص الفرق تقولي والله ده ما ينفعش يلعب في نادي الزمالك وده ما يلبس شرط الزمالك دلوقتي ممكن تقولي ولا واحد يمشي من الفرق وعايزين عليهم هو بالنسبة 99% ده اللي هيحسن ان هو عنده طبعا بعد التجربة الكبيرة الرائعة اللي هو عملها وفي دعم من قطاع الناشئين موجود وطبعا بمناسبة قطاع الناشئين بيشكر كل الناس اللي موجودة خلال التلات اربع سنين اللي فاتوا اللي قادروا يكونوا قاعدة كويسة جدا وقاعدة دي ما كانتش تظهر للأضواء الا في وجود فرر حقيقي صح بصراحة صح جريء وقلبه ميت يعني يعني هو الظروف حطيته في موقف لكن كان ممكن اي حد تاني ضحي بالعيبة الكبار ويلعب اقولك بصراحة وهجبها من عندنا الاول الاعلام في ررق احراجنا كلنا احراج مدربين وإداريين واعلاميين فكرة انه كنوا دايما نطلع نقول لا ما اقول قاعدة وزي ما جميع مش ينفعل قاعدة بناشئين عشان يعني لازم يبقى فيه خبرات وبتاع دي بطولات هتلاقي مدرب يجي اشتغل مع الفريق يقولك لا انا هلعب بناشئين واجه اخسر تلاقي اداراتي يجي يقولك اشتري بل 12 و 15 اللقب عشان الناس ما تزعلش مني فكلنا كلنا اغير المفاهيم يعني حتى بقى فيه سقف دلوقتي جوا النادي وبادجت ليه اللي هنشتريه او اللي هيقعد يعني الموضوع كان السنة اللي فاتت واللي قبلها كان مفتوح قوي 30 مليون 50 مليون بيطلبوا طلبات بقى لان كان فيه اللعيبة كان مركز كور فيه لعيبة مركز كور في النادي عمتا في مصر في مركز كور لان كانوا بيتعاملوا مع بعض الناس في الميديا وبعض الناس في المتاع فقديم قوياهم ومخليها فيه رهبة من اي مدير فني مصري او اجنبي ما عندهش شخصية ان هو يلاقي يا عم لا احط فلان لا هو ما عندهش اللي بيغلط معاه مرة واثنين التالتة ما بيلاقيش نفسه يعني دي حقيقة هو التوفيق بقى اللي بيجي ان احنا فيه اوقات ان احنا بناخد فيها عنصر اللي هو المبدأ وتخسر لا هو خد مبادئ معينة وربنا وفقه وكسب زي ما اسامة لا اسامة نبيه يعني حصل موقفين قبل ما ييجي مستر فريرا مبارات فيوتشار اعتقد كان مبارات بعدها مش عارف مبارات ايه كسب هو المباراتين هو خد موقف لان فيه ناس اللعيبة اتأخرت ولعيبة مهمة جدا وحطها بره خالص ولعب ناس تانية وكسب المبارات بعد اما كانت خسران اتنين صفر كسب تلاتة اتنين فمهم جدا كمان ان يبقى لما تاخد المبدأ فيه ربنا اسمه العدل يعني فيه توفيق بيحصل بتكسب دي اشارة من ربنا سبحانه وتعالى ان انت ايه ماشي صح ولما خسر المباراتين مع طلاق الجيش و ام بي محدش كلمه وهو كان ماشي صح فيه الاخر ايه فرق ايه فرق اللي ابنته وفيه مبارات كتيرة يعني الناد الزمالك مكانش افضل حاجة بس كان فيه توفيق وقدرنا ان احنا نفوز بتلات نقاط فيه تركيز هو مدرب لمجموعة لعيبة مش اللي نجم ودي نقطة مهمة جدا هو يقدر يدرب مجموعة بس المجموعة دي اللي كان جابها مكانش فيه من اختياره مثلا الا مجموعة الناشئين اللي كانت موجود انما فيما بعد المجموعة اي حد هيخش على الفرقة هيبقى برضو من اختياره الشخص حولاك قلتلي انه قطرت ممتعة الهمية واسبتك تسترسل بس مردودش قطعك فيه ولت اسألها لك فكرة انه الزمالك هيحط بطجت للعبين الجدد والعقود الجديدة او التجديد بطجت طبعا واللي تجرأ اقول مثلا ايه اللي خلانا تجرأ ان انا اعمل كده ان انا بقى شفت الناشئين اللي عندي انا خلاص يعني انا حابب تيجي تلعب في الزمالك وسعيتا بقى هقدر اقولك كده حابب تيجي تلعب في الزمالك اهلا وسهلا فيه اربعة خمسة في الناشئين تحت نفس المستوى الولاد لسه ملعبوش لسه ملعبوش مستنين فرصة تعرف ان انت قاسة تحطه في قفص مستني تفتح له القفص عشان يتير مشايف زميله ماشايف زميله ماشايف زميله ونجوم في ثلاث ثواني وفي نفس الوقت زميله اللي طلعو دول اللي بخستع منهم او يتدلع منهم مع الراجل يعني يوسف او اي حد لازم مقبر طول ما الراجل ده موجود ان يمشي بنفس المستوى ان هو يبقى يعافر ويتكلنج ويموت نفسه ومش يلعب اساسي كده من بابل الطقح سمع بمجيد اه مضبوط لا لازم في بدايتك تفضل عشر سنين لغاية نهايتك في المستوى يعني اه يعني لو انا لعب شاب وخدت التواهم وبقيت الناس تقول اسمه وبقيت نجل فخلاص اتدلع شوية بقى لا مبالك عشان كده هو ده يعني حتى لو اي حد من الولاد دول اتدلع شوية يعني ولقيته برا يبقى الولد السبب اه تفهم على طول اه تفهم ان هو ما بقاش يتمرن زي الاول ما بقاش هو عادل هو عادل وعشان كده اللعيبة بتخاف منه وتحبه يعني وفيه قناعة تامة به فيه نقطة مهمة يا كابتن اسماعيل برده ودي برده برده الشباب او بريرا او مع الكابتن قسامة نبيه طبعا برده هم اللي جراؤه في هذا الامر زمان لما كان يبقى عندك لاعب زي طريق حامد لاعب زي محمد ابو جبل حتى اشرب من شاي اللي مشي بشكل محترم جدا محمد انما يبقى عندك عيبة كبيرة زي دي هتلاقي ضغط جماهيري وهتلاقي النادي نفسه لوحده مش هقول مثلا بيتحايل عليهم بس هيفضل يفوضهم للنهار عشان يكملوا مع الفريق دلوقتي قالوا والله اللي عايز دي مش يتفضل وحطينا باجت باجت الادارة حطت باجت اميره وعدنا ده باجت اللي هنشتغر عليه يعني هو اللي شجعنا في كده طبعا موجود الراجل ومستوى الولاد ومستوى القطاع اللي بعد يعني فيها الفين وثلاثة العيبة مميزة جدا برضو ان شاء الله يبقى ليها دور في الفترة اللي جاي على حسب احتياجات مستر فريرو على حسب احتياجات النادي والبوزيشونات يعني هو الباجت ده كان محدود لأشرب من شارع برضو يعني حسب معلومياتي الزمانك كان عنده استعداد يدفع لأشرب من شارع يعني هو عايز يخرج يعمل تجربة تانية في جو تاني خلاص يعني بالنسبة له قفلت فما تكلمش هو في فلوس واحنا كان فيه باجت محتوط له والباجت ده اعتقد ان هو كان يتناسب معاه جدا ومعه قريب من الخدو يعني مش نفس المستوى بس يعني حب جمهور الزمالكي يعوض بالنسبة له الفرق لكن هو من اول يوم قال انا يعني مش هيكمل في مصر مش هيكمل في مصر لا لا خلاص طب لو كان موفقش في التعاقد مع النادي للتعاقد مع الجزير الأمراضي كان يرجع كان يرجع نادي الزمالك كان هلاقي الباب مفتوح كان هلاقي الباب مفتوح طبعا طبعا لان هو كان صريح من البداية وفضل معانا لغاية اخر يوم ما تخلفش يوم ما عملش ان هو مصاب يوم لا هو من اول يوم قعد مع امير وقال له انا الموضوع واحد من ثلاثة انا مش كامل في فرص انا 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 الممشي بعد نهاء الكلاس انا مع ان ان ممكن كان يمشي في احتي трاقتين صحيح يعني عايدي ، scriに ومشي باز Cheerun بالظبط ولمشي ان هو محترم فالباب كان يفضل مفتوحي في اي وقت وليل بما يبقاش مفتوح لمحمد أبو جبل دي مشكلة كبيرة يعني لأن برضو مشكلة أبو جبل كانت موجودة في وقت اللجنة لأنه هو مضى في الفترة ديه مع نادي النصر فالموضوع يعني بالنسبة له كان مقفول أنه هو مسافر خلاص يعني وهو قاعد مع مستشار مرتضى وأمير وطلب أنه هو يفسخ العقد ويمشي لأنه خلاص هو في النصر استغلت ده التكملة بقى يعني هو مضى الأول مع اللجنة وفي وجوده وبعد كده في الأواخر قال أنه أنا همشي خلاص عايزة أبوش كامل الموسم خلاص يعني هو فعمل الفسخ ومشي فحصلت له مشاكل بقى هناك فالرجوع يبقى صعب جدا لأنه عواد موجود فيه اتنين حراس صغيرين موجودين فهتبقى فيه مشكلة إذا تحصل بقى الزمزقة وإنه يخش في مشاكل فيه ما بعد فطبعاً هتبقى صعب يعني أنت فرايك يقم أقفل لمحمد أبو قبل لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بأنه ساب النادي في وقت صعب أنه مضى مع فريق تاني في وقت محافظة محمد قبل حارس مرمى كبير ربعاً وعمل خمس ست سنين معنات زمالك يعني بزل كل جهده فيه إنما في أسباب أخرى أنه توقيت تنوحش اللي هو يمشي فيه أنت عارف يعني ولد ولد زي نمار ولد صغيرة ونديم ونديم حارس مرمى وسيد حارس المرمى الثالث وإحنا التجربة ما كانتش إيه لسه الرؤية ما كانتش إنت عايز كل واحد كبير أو نجم كبير أو لعب كبير عايزوا يسند معك يسند بتنشأ على أي حد يكون موجود صح لأ وإحنا نفضلنا نسأل السؤال الصعب هو لقدر الله لقدر الله كانت صاب محمد عواد في أي لحظة من اللحظات مع كامل الاحترام للصغيرين الشباب بس فيها رزق فيها رزق فيها رزق جبير إنت ستبتني في وقت الرزق الموضوع يعني بكل احترام وأدب وده أعلنوا أمير إبارح بالزبط إن الأمور صعبة بالنسبة لسه مكملين مع أسطورة كرة القدم المصرية كابتننا الكبير كابتن إسماعيل يوسف بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله الحوار دايما ممتع جدا جدا مع الكابتن إسماعيل يوسف بصراحة عملا بص على الوقت وإحنا في الفاصل حس الوقت بيجري زي الساروخ يعني كابتن إسماعيل دايما عزيز كلمنا شوية عن زيزو قبل الفاصل كلمنا عاثواً كلمنا عن إبو جبل لسه نيجي على زيله كتير كلمنا عن إبو جبل و LS ما كلمنش عن ترق حمد شايف إن ترق حمد مشي بالطريقة السليمة من نادي الزمالك ولا شايف إنه ترق حمد كان المفروض يمشي بطريقة أفضل كان المفروض يمشي بطريقة أفضل أفضل بحقيقة لأن ترق برضو من اللعيب الكبار لديتناه الزمالك ولعيب كبير ومكسب كبير للتحاد جدا يعني وجوده كان في فترة من فترات نادي الزمالك هو العمود الأساسي لكل الفرقة بتتسند عليه إنما التوقيت هو اختار اختيار صعب شوي يعني برضو ودي يمكن اتكلمت فيها مع طارق يعني طارق طبعا كلنا بنحبه وكل جمهور الزمالك بيحبه وكان حط عليه أمل كبير جدا مع مجموعة الشباب ومع الظروف الصعبة اللي احنا كنا بنمر بيها إنه هو يبقى موجود لما جات له الإصابة الإصابة حصل فيها نوع من الشك شوي بعض الشيء إنه هو راح غاب فترة واستأذم من مستر فريرا إنه هو يغيب أسبوع كان هو ما قوف مباراة أمي أعتقد كان هواخد انظار ثالث والأسبوع ده طول فترة كبيرة خمسين يوم فدخلت شكوك إنه أنت مش عايز يعني إيه يكمل الموضوع ده فطبعا هو كان لازم من البداية حتى لو هو كان ماضي في يناير كان يعود مع دارة الكورة كان ماضي في يناير أعتقد كان ماضي في يناير حتى لو يعني ما فيهاش مشكلة برضو لأن ناتزة مالك مش يوقف يعني قدام مساء بالطاري وفيه أمثلة لكده يعني محمد عبد الشافي كان برضو في عهد المستشار مرتضى إنه هو كان باكليفت الأساسي كان من كابتن حسام حسن هو اللي ماسك الفريق وقتها وما كانش عندنا إلا باكليفت واحد وهو طلب شافوي وكتابي من أستاذ مرتضى إنه عايز يسافر لأنه عايز يأم المستقبل لأنه فعلا وكلنا كنا محبة عبد الشافي فراح ثلاث سنين أو أربعة سنين أهل جدة ورجع تاني الناس زمالك لما رجع الناس الباب كان مفتوح له وما فيش مشكلة بس هو كان صريح في الأول هو طريق بس يعيبه الجزئية دي إنه هو ما كانش صريح وفترة الإصابة طالت فالراجل خلاص يعني عمل بديل رؤى ودخل إسلام جابر ودخل سفر وجعفر يعني ودي ميزة من مميزات المدرب الكبيرة إنه هو شغل باله باللعيبة اللي معاه وفرير ما بشغلش باله باللعيبة اللي برا أو اللي مش عايز يكمل معاه مش مدرب هيجيلك أنت تقدر يقولك لا حاول يا جماعة تخلصودي فس طريق حامد دي أنا مش عايز فلعا من غيره يعني أنت عاملين لمشاكل هو في البداية يعني من الناس اللي كان حاططها إنه تبقى موجودة معاه للفترات اللي جاية طريق لكن لما حصل الموقف ده طبعا بالنسبة له كان صعب جدا فشغل نفسه بالبديل ورؤى طور أداء وحطي يعني طريق تفتكر يبقى الباب مفتوح بالنسبة له في المستقبل يعني هتبقى صعبة ورد صعبة هتبقى صعبة أنا أريد أن يصعب عليها اللي لقضة سنوات طويلة في أندية كبيرة وعملوا تاريخ كبير ييجي آخر مشهد ليهم ما يكونش مشهد جاي وطارق بالذات أنا أقول لك أنا صعبان عليها أنا صعبان عليها جدا ليه؟ إنه عنده مشاهد كتير عظيمة إليها لكتير هو الحقيقة كل مشاهده مع نادي الزمالك لجولة ومسؤولية وإخلاص حتى لو الزمالك كان في وقت مش كويس كنتلاقي طريق كان هو نمر واحد على طول وما كانش بيتأخر وفيه كان فترة مستحقات متأخرة ولفنوس ما كانش بيتكلم الحقيقة يعني بس هي غلطة الشاطر بقى بمية كده بكتير غلطة الشاطر قدام نادي الزمالك بكتير قوي أكتر من مية زيزو سيبلع سيجمر لوحدها كده فقرة لوحدها زيزو مستوى مذهش مستوى مبهر ما تقدرش يعني ما فيش اتنين هيضروا يختلفوا إنه أفضل لعفوا مصر دلوقتي يعني ما فيه صعب تختلف إن شاء الله عليك إزاي يوصل للمرحلة دي يا حمد سيزو إزاي بقى بالتواهج ده والنطج ده كمان عشان النطج التكتيكي والفن في الملعب يعني كان عنده بعض المميزات الرائعة دلوقتي تقريباً بقى عنده شبه يعني كل المميزات زيزو فيه حاجتين هو طبعاً بيشتغل على نفسه وطور نفسه هو كان محترف من هو عنده عشر عشر سنين فودي ديجلة وراح بلجيكا وراح البرتغال ولف لفة كده فالتربية بتاعته في وجود والده ودي نقطة مهمة جداً لإن أنا قعدت مع والده أكتر من مرة ووالده كان لعيب كورة ورجل جميل جداً ومحترب هو اللي بيشتغل عليه على طول وهو طبعاً زيزو والده مسألة الأعلى فبيسمع كلامه فدي جزئية إن هو على طول شغال معاه يطور أداءه وحتى بدايته مع مستر جروس ودي نقطة مهمة جداً أمير لما عرضوا علي في فيديو قال لي العدة كويس وتجينا وكده فبسط شفته تلقى كويس جداً كنت باع سيبه أجنبي هو أشقره فقال لي ده أداء مصري وفي القوضة اللي جنبي كانت في القوضة اللي جنبينا أنا معرفش يعني هو والله هو والده ومضى العقد وابتدى يشتغل حتى في أول تمرينة طبعاً هو مستر جروس قال إن هو مش محتاجه مش محتاج إضافاته بتاع مش محتاج جزيزه آه مش محتاج مش محتاج يعني مش عايز لعيبها لازم أنا اللي جيبها يعني فقالنا له ده مشروع بالنسبة للنادي والد صغير وتكلم مع أمير يعني جروس في الأول كان رفضه مش رفضه عشان لعيبه بسيق لفضه عشان هو أصلاً مش عايز لعيبة جديدة مش عايز لعيبة وبتاع فاتمرن ما كانش بلعب في الأول في الأول ودي نقطة برضو في شخصيات دي ده هو عنده شخصية يعني متربي صلب هو طبعاً من المينيا السعيد دي زي حالتنا طبعاً 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 الرجولة بقى فما أصرش عليه هم السعب الكتير عشان ليه علاقة بالسعيد فما أصرش عليه اللي هو دي بقى برق أو برق 18 لأ كان بيتمرن وبنوره كويس جداً قعد فترة فعلاً ما بيلعبش فترة كبيرة وده ما زهقوش ودي برضو قدت له صلبة في شخصيته لما ابتدى يلعب ابتدى مستوية تطور يلعب بالتاكتك اللي بيقوله الهيد كوتش الأول ويخرج منه في كل مباراة زيادة عن التاكتك ده حاجة بسيطة يعني الأول زيزو ما كانش بيروح الجول كان الفينشين بتاعه مش زي دلوقتي الأوفر بتاعه مش مزو كل يوم زيزو بيطور نفسه بيشتغل 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 التمرين حتى لما بيبقى التمرين خلص في بعض الفترات بيشتغل لوحده يعني في حاجات يعمل كورسات ويعمل أوفرات يعني واخد الموضوع شغل زائد إنه هو هوية هو بيحبها بقى تحتراف بالنسباله فحياته الشخصية لو شفته شخصي كده تقول إنه هو هيوصل للمكانة دي زيزو الثاني فادت فعلاً كان عنده عرض من نادي العلي لا أنا ما عرفش ما تعرفش من نادي لا لا ما عرفش مشانا قلت بس بذكر بريرة قدام عارف بريرة كان عنده عرض من نادي لأي فعولت زيزو أنا مكلمت مع فريرة زيزو بقى وده خلاص دي حاجة واضحة ومعروفة عند كل الناس إنه زيزو عنده شرط جزائي فعقده لما مضى التجديد مع اللاجنة اللي فاتت وحسب معلوماتي إنه الشرط الجزائي ده شرط قليل أي نادي ممكن يخش وياخد اللاعب وحسب معلوماتي برضو إنه زيزو رافض تماماً استخدال الشرط الجزائي ده فعرضه أوروبا أو عرض محلي يعني مش هيستغله في أي العظم من المحل فعلاً ده الكلام ده هو زيزو قاله نفسه المشار مرتضى وقاله الأمير هو والده المستحيل إنه نستخدم شرط الجزائي قدام نادي زمالك نادي زمالك عمل زيزو وعمل ابني هو الولد يعني هو محترم جداً هو ما فيش مشكلة يعني اللي بيبزلوا دخل الملعب مش أهداف بس يعني لا هو روح ومجهود وعلاقته وعلاقته بين زمال دي تخلي نات الزمالك يعني بالنسبة له ما فيش مشكلة في التأدير المدني تفتكر زيزو هيكمل مع الزمالك السنة الجاية؟ تفتكر هيكمل يعني أنا بقول مثلاً لو جاله عرض مغري من أوروبا عرض مغري من حتى لا لا إن شاء الله هيكمل هو عايز يكمل عشان عارف برضو إنه عنده أوروب كتير وطبيعي يبعون ضغروب كتير طبعاً 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 في المستوى ده طبعاً في اللاعبين أقل بكتير إنما هو مرتبط جداً بالنادي ومرتبط بزمعيله ومتطلب بجمهور النادي ولتأدير المدني نات الزمالك ما بتأخرش يعني عن الولاد والمخلصين يعني ممكن يبقى في تعديل كمان المدني أوي أوي ممكن يبقى في تعديل مادني ممكن يبقى في تعديل في الشرط الجزائي ممكن يتشال خالص أنا نعم عن الوقت إنه هيتشال خالص هو بنيو بينك يعني هو بصراحة شديدة يعني ما حلال ما حلال معلش ما ماجلس الإضارة برضا جيه في وضع صعب جدا صعب يعني في حاجات أنا طبعاً عمري بحترم كل من دخل أنا الزمالك كل واحد بيحاول يأكتهاد بطريق بس اكتهاد يدمر يعني في حاجات كتيرة في شروط جزائية أنا صعب جداً خصوصاً مع لعبة مميزة أو مع حراس مرمى بروميسينج بنسبالنا يعني أنا بطلعه عشان يلعب ويكتسب خبرات ويرجع لي تاني صعب خصوصاً أنا شاريه بمعلك كبير لما كان في بتروجيتة على صبحي مزبوط ما ينفعش إن أنا حط حمد صبحي لا ما ينفعش إن أنا حط شرط الجزائي وأنا بعمل إعارة الإعارة دي عشان إنه هو يلعب ويكتسب خبرات ويرجع للنازل زمالك تاني 20 مليون ده رقم في النهاية أي حد يدري فاهم آه طبعاً حاجة بسيطة ممكن يكون قلة خبرات آه تسرع لكن طبعاً فالأمور دي ورسها المجلس ده في بحاول يحل فيها حاجات كتيرة مش دي بس صحيح مران حمدي تفتكر هاي بجعل زمالك الموشي من اللي جاي أعتقد من أسمايا اللي موجود أعتقد طبعاً دعيب عمل شغلة عظيم جداً طبعاً كل اللي موجود إعارات طبعاً هيتعرضوا زي مين يا كابتن إسمايا كل اللي موجود بره إعارات يعني عندنا محمد العب سلام في شبانة في ناس كتير عمر كمال هيرجع عمر كمال عبد الواحد عمر حالته الكيس بتاعته مختلفة شوية هو لعيب ناتزا مالك ولما حصل الإقاف واخت فلوس من ناتزا مالك لما حصل الإقاف هو راح في وتشاره ومضى الموضوع يتحل ودي يعني ودي ودي لكن هو في الأساس هو جاي ناتزا مالك واخت فلوس من ناتزا مالك وهو الولد عايز يلعف ناتزا مالك الزمالك إيه أكتر الملاكز اللي حيبقى محتاج فيها دعم الفترة اللي جاي عشان برضه أنا عارف إنك مش هتقول أسماء ولا هتقول اللي الزمالك عايز إيه بس إيه الملاكز اللي الزمالك هيفكر يدعمها الفترة اللي جاي يعني يعني تبقى يعني الواضحة وضوح العيان بالنسبة لو هتلعب بنفس الطريقة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة هتحتاج سردباك كمان طبعا ملف المعارين بيتحط قدام بستر فريرا هو اللي بياخد القرار يعني محدش فينا بياخد القرار جزء الفني في احتياجاته حتى في الاحتياجات الفنية بالنسبة له إذا كان عايز رقم ستة عايز رقم تمانية عايز وينجرز عايز سردباك تانية ممكن طرف يمين وخصوصا إنت لو هتلعب بتلاتة هتبقى سيد نمار دوره مهم ومحتاج برضو ناحية تانية فتوح موجود وفي عبدالشافي وفي عبدالله جمعة وفي حازم هنا إنما انت فيه أوقات بيلعب بتلاتة وفيه أوقات بيلعب باربعة لو زي مثلا الشيط التاني في الدوري في مبارات الأهلي لعب باربعة جاب هدفين ورجع لعب بتلاتة يعني هو عنده مرونة في القصة المهم التوتالة بتاعت الفرقة ما تزيدش عن 25 لعيب وده أي مدير فني أجنبي ما بيدربش زيادة عن 25 لعيب طيب الزمالك على ذكر الباكليفت فعندك تلاتة مهمين جد التلاتة تؤال أوشي فتوح عبدالله جمعة محمد عبدالشافري وارد وارد أنا اللي بقوله هو وارد يبقى أحمد أيمن منصور معاك كمان راجل بيلعب سنترباك ويعرف يلعب ليفت باك فأنت هيبقى عندك في المكان ده زحمة هل ممكن الزمالك يضطر يضحي بحد فيهم حسب احتياجاته الفنية بس هو عندك فتوح ممكن بيلعب جناح عندك عبدالله ممكن يلعب هف يعني في مرونة عبدالشافري طبعا خلي بالك إن اللعيبة الكبارة الموجودة إيمج كويس لها الزمالك ومحترمين ووجودهم ضروري يعني مش شرط إن اللعيبة فجأة تلاقي الفرقة كلها معدل أعمار 22 الموضوع مش هيستقيم طبعا عايز نسيطر على قط اللبس طبعا ووجود ولعيبة كبار ومؤثرين يعني قادرين إن هما بيلعبوا وشكبالا بينزل يجيب جهول بيلم الفرقة بيكلم في قائد جوا الملعب ولازم يبقى في قائد جوا الملعب وقائد بروا الملعب فوجود عبدالشافري مهم جدا وفتوح وعبدالله طبعا صغيرين ممكن يلعبوا في البوزيشونات يعني المين وشمال مختلفة يعني مش شرط إن هو يتوظف في الحتة دي وهو دايما أن الرجل بيحب إن اللعيب في طريقة إدارته لأي فريق بيصنف اللعيبة اللي موجودة عنده زي عبدالغاني مثلا عبدالغاني مين اللي حطه في الهاف الدفندرز هو يعني دي مفاجأة يا كابتن إسماعيل دي مفاجأة يعني في وقت احنا كنا كلنا بنقول مين يعوض طريق حامد كلنا كل الناس اللي بتابع كرة في مصر يقولك طريق حامد لا يعوض في الزباك طبعا محمد عبدالغاني مش طريق حامد لسه طبعا بس قفل الحتة دي بشكل رائع طبعا طبعا ما هي دي عبقارية المدير الفني اللي بيشغل نفسه دايما بالنقصات اللي عنده يعني هو نمار أصلا وانجليفت طبعا يعني نمار سيد نمار بيلعب وانجليفت صح فهو لما دايما في إدارته لأي فريق هو بيسأل اللعيبة وانو تو سري يعني انت بتحب أحسن مكان متلعب في سيرد باك طيب تاني مكان ايه فهو بيبقى في دماغه دايما قبل في بداية شغله في بداية شغله عارف ان كريم ممكن يقدم ممكن يقدم ممكن يقدم استوديو تحليلي ممكن يقدم فاهم فلو في حصل نقص عنده في أي مكان فهو بيحطه بيحط البلان توه على طول اه كذا وكذا وطبع مش عشان بتحب كذا وكذا يبقى تلعب كذا وكذا انا هشوفك بس الاول الديني ايه وجهت نظر عنك انا افهم انت تقدر تدي فين بالزبط فهو كده شو ماكتقدر ولا هو ده اللي حصل بالنسبة اللعب حتى لما يبقى فيه حمزة المسلوسي يا خبر على حمزة المسلوسي المكان اللي اخترعوا لي يعني كسر دباك تالت وممكن يكمل ناحية المين افضل النسخ اللي شوفنا فيه حمزة المسلوسي نقولك انا انا اسألتك حمزة المسلوسي من ستة شهور تحب يكمل في نازل زماني كل الناس تقول لا كلنا انما طريقة اللعب بتتحكم وإدارة المدير الفني بتتحكم في أداء اللعيب داخل الملعب صح ومدى التزامه بالواجبات اللي هو مكلف به صحيح وده نقطة مهمة وده هو أستاذ جامعة فيها يعني يعني بيشرح ويفهم وظيفة كل مركز ايه والمفروض منك ايه ولو تطلعت بره الإطار اوكي مفيش مشكلة بس لا تؤثر على مهمك الأساسية صح اللي هي البوزيشن اللي هو انو حطك فيه طيب الزمانيك أكيد محتاج مهاجم مظموعة ولا مش أكيد على شكله جد مش أكيد لا مش أكيد لا لا مش أكيد هلوتي عندنا سيف الجزيرة في الزمانيك سيف فورما كويسة جدا وهم ده يعني يعني لعيب منتخب تونس ولعيب مميز جدا وجيت نظر أنا الشخصية على انت هجيب مهاجم أجنبي ويعود احتياطي او سيف يعود له احتياطي يبقى انت أهضرت بوزيشن تاني او فلوس في مكان ممكن انت تستفيد جدا فانت ممكن تجيب جناح والد انو يلعب استراكل لو احتاجته لو سيف مش موجود ممكن جناح يمين جناحين جناح شمال هو عمر السعيدي كمل ولا ما يكملش؟ يعني ياخد فرصة في مكان تاني ولا ممكن الزمانيك يستفيد منه؟ يعني يعني الامور بالنسبة لعمر صعبة لان الاصابة جيت عطلته فترة كبيرة رغم انو الراجل كان بدي بيه في الامر هو لايب كويس صراحة لايب كويس لما بس هو من النوع اللي هو ياخد على طول انما انت داخل تحدياتك كتير السنة الجاية في افريقيا و سوبرات و كاس و حاجات كتير و لو رجعت مرون كمان فابقى عندك البديل المصري كويس اه 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 يبقى عندك يعني ممكن عمر يبقى موجود؟ ممكن يعني الراجل اختياراته ممناسبة سيف الجزير سيف الجزير نفسه مستوى تحول هو كان لعب جيد على فترات في الزمالك يعني يدي مباراة كويس مبارتين وبعد كياتلي بيهبط مباراة مبارتين ويهبط دلوقتي بقى اسم و عنصر في منتهى الاهمية في نادي الزمالك ايه اللي حاول سيف الجزير كده؟ انا هسألك السؤال وكان عندي اجابة بس عادي اسمع اجابات حضرتك هو طبعا قناعته بالفرير وهو الراجل اتكلم معه وجيه حصل جيه هو في قبل ماتش في الدولج اهل والزمالك اللو اتأخر فيه فتراتي انا هو دي بالنسبة لي نقطة التحول لا لان الموضوع جد وان الراجل ده محترم ايه مش بحذر انا بكلامك مجد يعني فيه اوقات احنا كلعيبة هنعمل اختبرات المديرين فنينه ايجي معنا وانا بسيه هينزلني الماتش اساسي اجي بعد التمرين والحقق كان هو مسافر فعلا والطيارات اخرت فهو يعني بيحترم المجموعة اللي معنا على فكرة الحق ما بيزعلش طبعا لما بتبقى فر انت يعني ممكن يطبق علي نظام انا كاسماعيل يطبق علي نظام جواي ابقى محترم او خصوص او خصم او فعلا انا اتأخرت عن معاد او ميتنج حصل مثلا مع الهيد كوتش بتاعي واتأخرت فبيحصل خصم او ميدخلنيش المحاضرة عادي جدا عشان هو لو انا اتعملت من اول يوم كده هيخسر المجموعة اللي ملتزمة معا صحيح فهتلاقي اتنين تلاتة منهم يجوا الماتش الجاي فهو علاق عنده الموضوع ايا كان مين شكبالة هيقدر ايدي للزمالك قديه ربنا يطولنا في عمره في الملاحب طبعا بس دا انا اقول ان شكبالة لكل الجمهيل المصرية ربنا يطول فيهم النوعية المواهب قلت المواهب قلت دا انا بنتنشأ على حد حريق عشان كده انا بس اقلك السؤال ده من منطقة تحفيز انت لعب كبير ولاعب تاريخي في الكرة المصرية طول ما هو محافظ على نفسه اه يقدر يدي تلاتة اربعة سنة تلاتة اربعة سنة بس بشرط ان هو يستخدم في التوقيتات اللي حتطاله الراجل او طول ما هو محافظ على فنو هو محافظ على فرميته ونفسيته كويسة الموضوع السنة دا ببقى الشفري يكتف لا خلاص عبدالله السعيد تشايف احسن اتنين لعيبة وجة نظر الشخصية يعني المؤسرين مع فرقهم السنة دي شيكابالا وعبدالله السعيد عبدالله لعيب كبير منتخب مصر محتاج عبدالله السعيد طبعا حلوقتي اه طبعا في رقم عشرة هو نمر واحد في مصر وعنده كم سنة لوقتي خلاص يدخل على سبعة سنة سنحافظ على نفسه مؤسر حتى لو انت مش هتلعبه من مبارك الله عنده مميزات كور سابتة تحركات سروهات فيه مجهود يعني يشتغل به فترة ستين دقيقة على اقل بالفول باور بتاعه فلا عبدالله السعيد لعيب كبير لعيب كبير طيب فيه لعبة كده بنلعبها نهاية الموسم دايما تشكيل الموسم كابتن اسماعيل يعني مدرب ولاعب كبير وتاريخي ويدالي وكل حاجة فنعمل تشكيل لفريق الموسم في الدوري موسم 2021 2022 تعرف طبعا احنا في الموسم ده موسم كما كابتن اسماعيل انا نسيت انا نسيت والله انا كل يوم ببقى غلطة انا كل يوم بطلع بغلطة بسبب الكاس بشي الكاس يبن انا ببقيتش عالف انا في كاس القديم ولا الجديم دلوقتي الكاس الجديم انا طلعت مرة قولت كاس اللي احنا نلعب فيه دلوقتي ده قولت كاس 2021-2022 صديق اعلامي محترم جدا طلعتوا بقيتلي عن الانستجرام بيقوللي يا كريم 2022-2023 طلعام ده احنا لسه مش فيه دلوقتي 2023 يعني كمان هنلعب المستقبل هنلعب الماضي والمستقبل والحاضر فخلاص هي طلابات نلعب التشكيل نبدأ بحراصة المرمى انا هحطتلك اختيارات عشان برضو افكرك بيها تمام الاول انا هقولك حراصة المرمى محمد الشناوي محمد عواد محمد صبحي محمود جاد محمد بسام وبرضو لك الحقيقة انك تقول اسمي من خارج الاسماء اللي اولا لك دي كلنا لا عواد محمد عواد محمد عواد تحول في المستوى او يعني مش تحول لعب كان دايما على الدكة وخلينا منطقيين في بعض الاوقات كان مش يزنم بس كان بيبقى عايز ومبياخدش خد صبر ومزهقش واشتغل على نفسه ويستحق اللي هو فيه يستحق اه طبعا مية في المية طيب سناء الدفاع سناء نلعب بتلاتة ولا بتنين انا رايي نلعب باربعة اتنين تلاتة واحد ونسبت عشان تعرف ترم تمام ايه رأيك محمود حمد الونش محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم قسامة جلال احمد سامي الونش الونش واحد الونش وقسامة جلال قسامة جلال كمان عامل موسم حلو قوي 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 يا ربي يمشي على كده على طول متاح للمفاوضات اسامة ولا بنا متزقف لا لا صحب نحن اندية معينة ايه عشان ندفع كتير بس هاوبنا انت مش هاوبت على عبدالله السيدة ولا ما هاوبتش هاوبت علي من ثلاث سنين انا تمام يبقى سناء الدفاع طيب زاير ايمن احنا منتكلم في عمر كمان عبدالواحد حمزة المسلوسة هشام صلاح عمر جابر اكرم توفيق اكرم توفيق برده اشنا نص الموسم الاول انا شايف ان هشام كويس جدا هشام صلاح الاتحاد اه كويس انا انا متابع من اول السنة اه كويس وصغير في السن وممكن يجي منه مع تطوير سنة في بعض الادات يبقى شام صلاح ظاهير ايمن نروح ليه الظاهير الايصر الظاهير الايصر احمد فتوح علي معلول عبدالله جمعة جونسان نجويم اسحق ويعقوب فتوح فتوح على طول دون تفكير جونسان كمان عامل موسم حلوه كويس جدا بس فتوح مؤثر قوي اه نروح لحمد فتوح ظاهير ايصر بحسب تشكيلة الكابتن اسماعيل يوسف وسط مدافع نختار اتنين امام عشور عمر السلية محمد ريضة بوبو بلاتة توريه وليدي الكارتي امام عمر السلية بلاتة توريه لعيب كبير بس جاهي في يناير يناير فانا باخد بالي وبرضو جايسا هم باخد بالك من بلاتة توريه انا بتكلم بسطول قوسة الملع لا 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 احسن واحد ستة في مصر مدهشة كابتن اسماعيل لا 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 احسن واحد رقم ستة بيعملها زي الكتاب ما بيقول صحيح وين اللعب زي بتحركاته وبيلف في ثانية ولعيب كبير جدا بس طبعا انا جيه في نص الموسم هو والكارتي على فكرة الكارتي من احسن لعيبة تمانية موجودين في مصر مزبوطة برضو يعني لعيب كبير جدا لكن انا بقول ان عمر قبل ما يتصاب طبعا كان في مستوى كبير جدا صح وليحق انه يكون موجود وامام عشور وامام عشور طيب صانع لعيب لعب عشرة بقى محمد مجدي افشي عبدالله السعيد محمد ابراهيم وحطتلك برضو عبدالجبير الوادي واحمد سامير عشان اتنين دول كانوا سعب يلعبوا عشرة في فرقهم فتختار ايه لغم انهم جناحي نسا من قبل الفقرة دي بقولك عبدالله السعيد حسنين عبدالله السعيد خلاص دي خلصانة ده قولان حسنين يعني انا اتفق معاك طبعا عبدالله السعيد صانع لعب رقم عشرة طيب جناح ايمن رمضان الصبحي عشان برضو كابتن اياب جلال ويهتكس بلعبوه جناح ايمن عشان لعبوا ابراهيم عادل لجناح ايسر طبا جناح ايمن رمضان الصبحي حسين الشحات احمد سيد زيزو عبدالرحمن مجدي ولويس ادوارد الناس كلها كواهيسر بس زيزو طبعا زيزو زيزو فورما ما شاء الله عليه اه زيزو الافضل في مصر عموما يعني فاحمد سيد زيزو جناح ايمن جناح ايسر احمد رفعت اشرف بن شرقي ابراهيم عادل طهر محمد طهر مصطفى شلبي انا صراحة الحتة دي طبعا صعبة جدا لان انا بحب احمد رفعت جدا المختنع بيه وعمل اداء متميز من السنة اللي فاتت من قبل ما يجي هطمنك احنا هنحط برضو ستة على الدكة بعد ما نخلص اه يعني ايبقى اشرف وهو ايبقى اشرف الاول اه اشرف في التشكيل السياح اه احمد رفعت العيب كبير تمام اشرف بن شرقي في التشكيل السياح كجناح ايسر في عايزة تشكيلة كابتن اسماعيل يوسف مهاجم وحيد سيف الجزيري احمد عاطف جون ابوكا شهادي حسين مروان حمدي صعبة دي صعبة طبعا ابوكا كميس جدا عمل موسم خرافي وصغير 25 سنة وسريع وعنده التحركات طبعا سيف الجزيري في النص الاخير في الدوري كان متميز جدا شهادي عمل موسم اكتر ممتاز برضو مع سيراميكا وجايب احسن هدف الدوري صح رائع هدف خرافي اه مروان برضو معاطف لعيب يعني المجموعة دي مجموعة جمدة جدا هظلم اي حد لو قلت واحد واثنين بس مجبرين بقى بدلا مع كريم مجبر ان انا احط ابوكا وسيف الجزيري ما احنا عايزين واحد وهنحط واحد عليك اختر واحد في الاساسي واحد عليك سيف سيف اساسي طيب سيف جعفر في التشكيلة الاساسية نحط سيف جعفر سيف جعفر برضو لعيب في الزمالك سيف الجزيري في التشكيلة الاساسية ودي تشكيلة الكابتن اسماعيل يوسف الاساسية اللي افضل تشكيلة في مصر موسم الفين وعشرين الفين واحد وعشرين الفين وعشرين محمد عواد في حراسة المرمى خاطر الدفاع هشام صلاح الوينش اوسامة جلال احمد فتوح وسط الملعب عامل السلية امام عشور ودامهم اشرف بن شرقي وعبدالله السعيد وزيزو وسيف الجزيري تشكيلة جامدة والله اوي اخد كاس العالم نفس اضرامهم نحن نحط الدكة كمان نحن نختار ستة على الدكة ستة ماشي ستة سبعة بقى حراسة المرمى الشناوي محمد الشناوي معنا على الدكة الدفاع ياسر ياسر ابراهيم عجبك ياسر ابراهيم يبقى ياسر ابراهيم هتحط لنا الدكة او مش هنحط الدكة هنخليها بس فربلي الشناوي ياسر ابراهيم عمر كمال عمر كمال عبدالواحد زي الايسر جونسان وسط مدافع بلاتة توري بلاتة توري بلاتة توري كمل بقى التشكيلة عشان احنا عندنا تسع خطوط واحنا عندنا سبعة دكة تختار اللي انت عايزه انت تلاتة وستة عنده بلاتة توري عدك من الصانع العيب والجناح الايمن ايوه وجناح الايسر والمهاجم انت محتاجة نيل محتاجة نيل احط محمد ابراهيم احط محمد ابراهيم صانع العرب والجناحات احط احط رمضان رمضان صبح ابراهيم عادل اللعب كبير بتشوف اللي هتلعب بيه انت بتشوف اللي انت انا مدرر بتاعه انا مدرر بتاعه مرة اخرى قبل ما نجز بالدكة تشكيلة كابتن اسماعيل يوسف الاسال مسم 2021 2022 محمد عواد في حراس المرمى احنا قلنا السادسة السبعة من في الدكة يا كابتن احنا الشناوي ياسر ابراهيم عمر كمال عبدالواحد محمد ابراهيم هو جدد بس زمالك ما يتفوتش هو يعني هو لقي نفسه اكتر هو عامل موسم من شاء الله يلعب منتخب يعني لانه هو هو عبدالله في المكان ده لو بنلعب عشو مش عامل موسم هي التشكيلة احطيطية كمان والتشكيلة لسية للكابتن اسماعيل يوسف لهذا الموسم هي تشكيلة فعلا حلوة اوش هنشيل كم واحد اجناب اللي فيها هنشيل كم واحد اجناب اللي فيها كابتن اسماعيل يعني دايما بتشرفه دايما بتنور دايما بسعد جدا بتواجدي معك وفقور جدا ان حلقتنا معي باسمي كبير في تلك المصرية دايما وان شاء الله انت قابل على خير دايما اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان ختام مسك مع كابتننا الكبير كابتن اسماعيل يوسف وده نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 اشوفكم يا رب على الفخير